في الملف الأخير اللي ودي أتكلم عليه اليوم بس ما عندنا وقت كثير يعني صدر اليوم بيان من رابطة دوري المحترفين السعودية يقول أنه بخصوص ما ذكره الكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق عن رفع قوائم مالية لنادي الهلال للرابطة في حد التغريدات على منصة التغريدات المهم خلاصة رابطة دوري المحترفين تقول أنه ما أحد رفع لها أي قوائم مالية فيها حكاية الـ 170 مليون حلو الكلام؟ الرابطة تقول ما في عندي أي معلومة عن موضوع الـ 170 مليون طيب نروح لهيئة الرياضة اللي هي مسؤولة عن الجوانب المالية والتدقيق في الأندية السعودية الأندية ملك الهيئة ترجع للهيئة والهيئة ملك الدولة يعني أنها ترجع كلها أندي حكومية في إضاحة طلع يوم 16 أكتوبر قبل أمس يقول إشارة إلى حديث كابتن سامي الجابر عبر حسابي في تويتر حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة من هذه الرئيال وتحديد وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتاج للهيئة العامة للرياضة على حد قولها فأن الهيئة تود الإضاحة بأنها عملت من ذلك الموكلة أنا لأ لو خلاصة الزبدة تعالوا نتكلم عن هذا الموضوع خلاصة إلا يا أخوان ركزوا معايا لو سمحتوا هيئة الرياضة تقول ما في شيء متعلق بالمئة وسبعين مليون رابطة دور المحترفين تقول ما في شيء يتعلق بدور المحترفين سبحان الله هيئة الرياضة والرابطة كلهم ردوا على تغريدات سامي الجابر بعد شهرين أو شهر نص من التغريدات هذه البيانات ما طلعت الوحدة أنا وجهت رجل جديد في الشغلة هذه هذه البيانات طلبت مين طلبها؟ طيب اثنين تبت ردون؟ ردوا إما أن يتم إحضار سامي الجابر ومناقشته رسميا وين القضية هذه؟ أو تطلعون تعتذرون وتقولون له إحنا أسفين المعلومة غير صحيحة نقطة على الصدر بس عادل التويجر ياخذ من التعليق أخير بيانين شهادة للكيان الهلالي كله يبو بيدر كل صراحة سواء بين الهيئة أو حت وإن كان تأخروا جدا فيه يعني في الأول وفي الثاني شهادة تبريها للكيان الهلالي كله ولإدارة أمير الوظفة مساعد مباشرة مرة ومرتين وإنت قبل كذا يبو بيدر أعتقد قبل شهر وشهر ونصف أنت نفسك قلت ما في شيء أصلا الموضوع تأخر وقد كل هذه الفترة وتأخر كتير ترى في حسن موضوع ما كان مفترض عشان كذا بيان طلع بعد شهرين يعني مو طبيعي صح؟ بعدين يجي تأخر حتى مين طلبت؟ مين طلب البيانات هذه؟ من الرجل الذي طلب من هيئة الرياضة والرابطة أن تصدر هذا البيانات في وقت متزامن بعد مرور شهر وشوي على الموضوع؟ شبه بودر السؤالك يوجه لهم في نهاية الأمر أنا أمامي الآن بيانين البيانين يقول لك إدارة الأمين موافو بنساعد ما فيها شيء فيه أمر مهم جدا في تاريخ 18 يونيو تم عق جمعية عمومية حسب معلوماتي ومصادري لم يذكر فيها المئة وسبعين مليون اطلاقة هي شكلها كانت مزحة فبالتالي حتى يعني حتى أنا أقول لك حتى الهياتة أخرت كثيرا والرابطة غريبة بسرعة ما شاء الله وسام الجابر يمكن لو ما غرت في تلك الفترة على الأقل التوقيد لأنه الهياتة الآن في وسط معماعة آسيوية واضح اليوم بكل صراحة موقف موافو بنساعد مشرف موقفه أمس على الأقل مع الإعلام كان مشرف لأنه قال لك الهياتة في مرحلة مهمة جدا ولا هذي ما فيه مزايد على أي واحد كلهم عينهم في رأس لكن فيه أمر مهم جدا هذه الإدارة قدمت أسياء كثيرة أسياء كثيرة جدا بكل صراحة إبو بدر شكرا الآن عندنا عندنا ما قلوش شهادتين براءة من من الأجهات الإشرافية والرقابية شكرا بشكل واضح يغلق الموضوع انتهى الموضوع خلاص شكرا وين يصير الهلال ركزوا مباشرة شكرا على آسيوية شكرا لك عدل التسويجة شكرا لك كابتن فودا يعطيك العافية أبو بدر مفترض الموضوع مفترض أنه يبت فيه نهائيا لازم فيه بيان رسمي إما كده ولا كده أما يبرر ما فيش كده طيب ما في كده ما في شيء الآن رأي عام رأي عام كلها فيلم رأي عام موسى بما أن في جمعية عمومية مرّك بعضها الجمعية عمومية صادق إذن الموضوع ما في 170 مليون مفترض شكرا لك موسى المحياني عادر التويجري محمد فودا خالد السعود شكرا لك تعليق أخير بو بدر شكرا أسرع لو كان في إشكالية على 170 مليون الهلال لن يأخذ الرخصة الأسيوية أبدا الرخصة الأسيوية ترى يتم تدقيق عليها من قبل الاتحاد الأسيوي مباشرة شكرا لك خالد السعود بكرة موعد آخر الدوري مع وليد وأرجع أكرر قصة المئة وسبعين مزحة أسبوع على خير